موسيقى الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم يواصل حجاج بيت الله الحرام اداء مناسك الحج حيث يواصلون رمي الجامعة الثلاث بمشعر منه مع اول ايام التشريق هذا وقد ادت وفود حجاج هذا العام توفى لفضة امس وسط منظومة من الخدمات والاجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والارشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويق الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين للثورة الثالثة والعشرين من يوليو المجيدة وخلال البرقية اكد جبالي ان تلك الثورة استطاعت ان تشكل بمبادئها معالم فصلة في مسيرة تطور الشعب المصري مشددا على انه بفضل هذه الثورة المجيدة افلت مصر من التبعية ومن التخلف واقامت مجتمع الجماهير العريضة وايقظت القومية العربية وانارت الطريق امام العالم الثالث وشعوبه كما اشهد رئيس مجلس النواب بحجم الانجازات التي تمت في مصر بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال سنوات قليلة كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الدكرة التاسعة والستين لثورة الثالثة والعشرين من يوليو المجيدة وفي برقيته بعث مدبولي الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن اعضاء هيئة الوزارة باسم ايات التهاني واصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية كما اكد مدبولي ان هذه المناسبة ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من انجازات عظيمة لرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية وما احدثته من تغيير في المنطقة العربية والافريقية ودول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة وللمناسبة ذاتها بعث رئيس الطائفة الانجلية بمصر الدكتور القص اندريا زاكي ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال البرقية اعرب رئيس الطائفة الانجلية عن امنياته لمصر بقل التوفيق والتقدم فيما يحقق طموحاته واحلام المصريين اعربت مصر عن عميق القلق اذا ما تم اعلنه بشأن تغيير وضعية منطقة فروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا وذلك بما يخالف قرارات مجلس الامن ذات الصلاة واعلنت وزارة الخارجية ان مصر تؤكد مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الامن في هذا الشأن وتجنب اية اعمال احادية قد تؤدي الى تعقيد الاوضاع وتزيد من مقدار التوتر مع ضرورة الالتزام الكامل بمصر التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات الشرعية الدولية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء بشأن انتشار بنزين مغشوش غير مطابق للموظفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية هذا واوضح المركز الاعلامي انه تم سحب عينات من عدد من المحطات المتواجدة بمحافظات منطقة القاهرة القبرى وتم تحليلها بالمعامل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وجاءت نتائجها مطابقة للموصفات كما انه سيتم طوال فترة اجازة عيد الاطحى المبارك مرور مجموعات على المحطات المتواجدة بمناطق كثيفة الاستهلاك المتوقع هذا بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول وجميع شركات توزيع المنتجات البترولية لمتابعة ارصدة واستهلاكات المواد البترولية التي بلغت كميات قياسية غير مسبوقة خلال فترة الايجازة اكد الرئيس اللبناني ميشيل عون ان الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد ستجرى في موعدها الذي حددته رئاسة الجمهورية وهو الاثنين المقبل جاءت تصرحات عون ردا على ما تردد من انباء تفيد باحتمالية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لعدم اتفاق القوى السياسية في لبنان على مرشح لهذا المنصب اكد رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس ادهانوم ان هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا هو تطعيم سبعين بالمئة من السكان في كل دولة بحلول شهر سبتمبر من عام الفين اثنين وعشرين وفي هذا الاطار شدد ادهانوم على ان هدف المنظمة هو تحقيق التعافي العالمي وهو الامر الذي يستدعي تنفيذ تدبير عاجلة نهاية مجزء الثالثة من التلفزيون المصرية شكرا لحسن المتابعة دمتم في امان الله وكل عام انتم بخير اشتركوا في القناة